اهلا بكم شباب في فيديو جديد من دورة فلوتر في الفيديو ده هنكمل بناء النوتس اب بتاعنا طبعا احنا المرة اللي فاتت كنا انتهينا من نقطة ان احنا نبني النوت ايتم بس مش اكتر وده كان منظرها عندنا على السكرين وشكلها زي الفل وتمام جدا دلوقتي بقى انا محتاج ابتدي واتكرر النوتس ايتم عندي طبعا انت ممكن تروح هنا كده وتحط لي list view بالمنظر ده كده تمام اه تعالى بس نحط ايه نحط هنا سيمي كولن طبعا هو يرملنا exception اساسا من ورد ما نشتغل على الكود ده يعني بس تعالى نكمل تعالى بس نمسح الكنس دي عشان يقبل ال list view تمام هيرملنا exception دلوقتي تعالى نحط expanded على ال list view هشرح لك ليه هنحط بس خلينا ايه نحطها دلوقتي عشان بس ايه ال error ده يختفي او ال exception ده يختفي وبعد كده اتكلمك عليها وبعد كده تمامك تيجي هنا بقى وتحط النوت ايتم بتاعتك وتكررها كتير بس هيدي لك نفس فعلا يعني انت تقدر تعمل كده فعلا وتخلص ال ui بالمنظر ده بس خلي بالك في هنا ملاحظة صغيرة حابب اقولها لك يعني ان انت لما تيجي تبني ال ui انت مش بس منجرد ان انت بتبنيه عشان تخليه نفس شكل ال design لا خصونا لو انت بتبني ال ui الاول انت المفروض تبني ال ui بشكل بالفعل يتناسب مع اللوجيك بتاعك يعني تبقى فاهم هي ال items دي هتتبنى ازاي عشان على اساسها تتبنى ازاي انا ممكن استعمل انت تخدم وجت مختلفة يعني انا مسلا انا عارف ان ال items دول دلوقتي اكيد هيبقى عندي مسلا لست بالمنظر ده فيها مجموعة من النوت في نوت نوت تانية بالمنظر ده كده واكيد انا هلوب على النوت دول وابني كل نوت واحدة واحدة صح؟ لان انا لو عندي list بالمنظر ده فانا اكيد عارف عدد النوت يعني وكل ما انا احتاج اضيف نوت هاروح على list view هنا واخد دي واضيفها تاني الموضوع كده حاجة اسمها مش dynamic يعني الموضوع مش بيتم من اليوزر مش اليوزر هو اللي بدخل item ده انا وانت اللي بندخلها فانا لا انا طبعا مش عايز كده انا عايز اليوزر لما يضيف item ال item دي تضاف هنا في list عادي جدا فعلى طول list view تتعامل مع list اللي عندي دي وتبني ال items الموجودة فطبعا انت تعرف عشان حاجة زي كده تتعمل لازم استخدم list view the builder يبقى من الاول خالص استخدم list view the builder على الرغم ان انت حاليا بتمني ui بس فانت بالفعل list view دي ممكن تأدي الغرض لكن الصح مين الصح list view the builder لان ال ui هو اللي بيقول لي كده انا فاهم مني ui عايز مني كده طبعا هتقول لي طب انا ممكن ما اكونش فاهم الحتة دي دلوقتي هقول لك ده شيء طبيعي حتى لو مش فهمة دلوقتي دي بتيجي معك من خبرة لما تيجي في مكان تستخدم وجد غلط بعد كده تيجي تبني اللوجيك فتقول ايه ده انا هتطر اعدل النقطة دي عشان تتماشى مع ايه مع اللوجيك بتاعي فتبني شوية التعدلات دي وبتكون مش تعدلات كبيرة قوي يعني لان انت بالفعل بان بتكون تعدلات بسيطة بس بتاخد خبرة بعد كده بتفهم على طول ان اقل الجزء ايه دي المفروضة بنيها بالشكل ده عشان تتعامل مع اللوجيك بتاعي بشكل ايه بشكل سليم فدي نقطة مهمة تخلي بالك منها وانت بتبني ايه مشي وتعالى نمسح النوت دي وبعد كده تعالى بقى نشيل الليست فيو دي اصلا مش عايزينها تعالى هنا نرجع اللي كانت موجودة هنا كده وبرضو تعالى نشيل تعالى نشيل بالمرة انا دلوقتي حابب ان انا هنا ابني لست فيو دت بلدر فانت ممكن بفعال تروح تكتبها بالمنظر ده بس انا مش حابب اعمل كده انا حابب اطلع بره واعمل ستيكليس وجيت اسميها مسلا نوتس ليه بعمل كده لان انا هنا عندي لست فيو مخصصا انها تعرض مجموعة من النوتس ليها شكل خاص بيها ليها شوية مش عارف اتريبيوتس او مستخدمة فبالتالي يفضل ان انا عملها ككاستم وجيت بره واعيد استخدامها وحتى لو مش عايد استخدامها فهي بتخلي الكود بتاعي كلين اكتر وبتحسن من اداء التطبيق لان هي لها بيلد مثل لوحديها فبالتالي لو لايه سبب من الاسباب فلوتر حاببت انها ترندر جزء من اليو اي منه مسلا كان الليست فيو هتروح على البيلد مثل دي فبالتالي هتبني دي بس مش هتضطر انها تبني ايه تبني الجزء دي بالكامل تمام فطبعا انت كده برضو بتحسن من اداء التطبيق بتاعك فدي نقطة مهمة هنعمل هنا لقيه للاست فيو دوت بيلدر بعد كده هنا ممكن اقول كونتكست والاندكس بتاعي واعمل ريترن لقيه يا شباب هعمل ريترن للنوتس ايتم طبعا هم يديني ايرر مش عارف ليه بس تعالى كده نحط بقى الحاجة ونشوف هم يديني الارر ليه وعشان فيه هنا النوتتين مش حطانهم تمام وبعد كده هنا سيمي كولن حلو قابل تعالى نحط الكنس تانا مهمة جدا ماشي زال فول كده استخدمنا النوتس لست فيو طبعا تعالى نحطها في المكان ده هنستدقيها بس مش اكتر شايف كده شكل الكود كده الطف واجمل احب قوي ان الكود يبقى لطيف خلي بالك لما تكتب كود حاول بعد ما تكتب الكود تيجي انت تقرغه لو لقيت ناسك مبسوف وانت بتقرغه فانت تقريبا كده كتبت الكود بشكل كويس لو لقيت الدنيا رخ فانت تقريبا اكيد فيه تعادلات لازم تعملها فتعالى هنا نحط نوتس لست فيو تمام طبعا هيرميلي اكسيبشن ليه بقى هيرميلي الاكسيبشن انا تكلمت تقريبا في النقطة دي قبل كده بس انبع عليها تاني خلي بالك ان النوتس لست فيو موجودة جوا كولم الكولم حاليا بيكسباند على المين اكسز اللي هو في الحالة دي المحور الواي او اللي هو الارتفاع بتاع الشاشة فبالتالي النوتس لست فيو دي وجيت بتكسباند برضو ملهاش سايز محدد تمام يعني ملهاش سايز محدد يعني مسلا مش حجمها خمسين او مية او متين لا هي بتاخد المساحة بتاعت مين بتاعت بتوحها فبالتالي انت لما تيجي تحطها جوا كولم هتحصل مشكلة ليه مشكلة لان النوتس لست فيو حاليا مش عارفة ايه المساحة المتاحة لها عشان كده هتلاقيه بيرميلك تحت يعني انت على كده نورى تعالى كده مثلا عايزين نقرأه عايزك تتعود على حاجات دي عشان تفهم لان خلي بلك سهلة في انها تبني لك بشكل سريع جدا لكن مع ازدياد عدد المستخدمة بتبتدي تقابل مشاكل لان بناء ليه شوية قواعد وقوانين لازم تلتزم بيها لما تكسر القواعد والقوانين دي تقابل مشاكل فبالتالي كل ما تكون فاهم اكتر ازاي دي بتتعامل مع بعض هتكون عندك مقدرة ان انت تحل المشاكل دي بشكل اسرع او تتفادها اصلا تمام يعني لو نقدر نتفادها يفضل تمام فتعالى كده نبص على هيقول لك بص يعني هو بيقول لك ان في اكسبشن حصل المسؤولة انها بتريندر اليو اي يعني بترسم لنا اليو اي على الشاشة وبيقول لك ان اللي حصل ده بسبب ان انت عندك انباوند هايت يعني انت عندك هايت غير محدد وعلى ايه على محور الفيرتكال وده شيء موطقة جدا لما اللي لسه اقيل لك دلوقتي ان انت عندك النوت سليست فيو بتاخد المساحة المتاحة لها على ايه على محور واي يعني ملهاش خيط محدد انباوند هايت فبالتالي لما تتحط جوا كولم والكولم برضو بيكسباند على محور واي يعمله مشكلة مع بعض انا كده عشان احل المشكلة دي لازم حاجة اعمل لاتنين يا اما اقول لنوت سليست فيو انا عايز احدد لك الهايت بتاعك كده مسلا لزيز واقول له خلي بالك انا عايز الهايت بتاعك يبقى فان افترض بمية فانا كده قلت لنوت سليست فيو انت الهايت بتاعك مية انا حددت لها الهايت خلاص تمام يعني بص تعالى كده تعالى نعمل رام الاول عشان ما افضلش هتغط على دي كتير لان خلي بالك احنا مش حددين ايتم كاونت فهيقعد الاكسبشن يشتغل كتير زي ما انتشاف ظهرت معنا وظهرت معنا بصايز كان بصايز مية هي بتسكرول له كل حاجة وليست فيو فعلا بس جوا اي جوا هايت مية انا اللي قلت لها قلت لها خلي بالك انت اعتقد الهايت بتاعك مية حتى لو انت جوا كولم لان الكولم مش هيديك الهايت خلاص انت جوا مش بتحدد لك الهايت فبالتالي هتحصل مشكلة اول حل التاني ان انا اقول لها بشكل افضل ودي طريقة افضل لان احنا كده بنخلي التطبيق بتاعنا responsive تمام هقول لك يعني ايه responsive section مختلف اصلا بس خليك فاكر الكلمة دي التطبيق انه يكون responsive يعني من الاخر كده يتعامل مع الشاشة بشكل كويس فدلوقتي انا ممكن احدد هنا اقول لها خلي بالك انا عايزة تexpand تمام فحط جوا اكسباند وجه فانا كده بقول لها خدي المساحة المتاحة ليكي فانا افترض اخد خمسين والكاستوم ابر اخده مثلا خمسين برضو فادي كده مية والكولم اساسا كان اخد ارتفاع متين يتبقى لي كام يتبقى لي مية يبقى فتعالا كده نعمل التطبيق في الحالة دي طبعا خمسين دي كمه صغيرة والكاستوم ابر برضو اخد ارتفاع صغير اهو فالنوتس هتاخد من اول ارتفاع ده لحد ايه لحد لتحت خالص هتاخد المساحة المتاحة لها اللي هي تقريبا معظم الشاشة طبعا نفس الكلام لو راح تكرارك مسلا كده كتير هتلاقيها هتلاقيها نزلت لتحت طبعا النقطة دي المفروض ان انت تكون عارفة بسانا حبيت اشرحها لك تاني عميزة عشان اوضح لك نقطة جديدة انا دلوقتي عشان استخدم ال expanded widget فانت محتاج تحطها جوا widget off type flex يعني ايه off type flex يعني من الاخر كده حاجة widget زي كولوم وزي الرو دي قاعدة دي ثوابت عندك لازم تلتزم بيها لان انت لو جيت تستخدم expanded widget جوا مثلا حاجة زي فلنفترض الليستاك لان الليستاك بياخدت children برضو لكن الليستاك مش فليكس تمام هي كده القاعدة بتقول كده انت لو قريت الدكومنتيش هتلاقيه شرح لك النقطة دي بالتفصيل عشان كده لو تفتكر دايما كنت بقول لك اقرى الدسكريبشن بتاع الودجت عشان تفهم ايه بتتصرف ازاي البيهيفير بتاعها ايه انا النقطة دي تقريبا يعني اتها مرة فاتمنى تكون مستوعبها اتمنى تكون بتعمل بيها فدلوقتي لو انا جيت حطيت الودجت مختلفة عن الكولم والرو زي الليستاك لان الليستاك مش فليكس هيرميلي اكسبشن وخلي بالك الاكسبشن كمان ممكن ما يظهرش معك على السكريب يعني ممكن تلاقي التطبيق بتاعك شغاله زي الفول ما فيوش اي مشاكل خالص لكن في اكسبشن بيترامى هنا حاجة اسمها رونج انسيستر بيقولك ان خلي بالك انت مستخدم وودجت في مكان غلط يعني فبالتالي الاكسبشن ده مش هزهر معاقل لما تيجي تشغل التطبيق ده على الديفايس حقيقي بقى يعني اتطلع نسخة ب وخلاص التطبيق هينزل بقى لليوزرز ويجي يستخدموني لقوا التطبيق بيدرب بينهم بسبب حاجة زي كده فالنقط دي مهمة جدا جدا لازم تخلي بالك منها لانها فعلا بتضع لك وقت كتير قوي ولو اعرفها هتوفر لك وقت كتير قوي فدي نقطة مهمة طبعا الحاجات دي كلها بتجي مع الخبرة طبعا خلاص احنا بنينا النوتس اهي بس ممكن ندي بادن ما بين كل نوت والتانية فممكن نحط هنا اي بادن كده لازيز اجي هنا مسلا اعمل بادن وخليه سيمتريك هنخلي بس لان انا على الهورزنط البادن بتاعي مزبوط وممكن قيمة تمانية حلو اعتقد يعني فتعال هنا نحط كده وكده زي فال تمام جدا كده يعني اضاكت كده ايه المنظر لطيف ماشي حلوة بيده كده بالفعل اللي احنا عايزينه خلاص كده انشاءنا الليست فيو بتاعتنا فممكن نخضوها كده نحطها في فايل بقى مختلف تعالي ننشئ هنا فايل هنسميه نوتس لست فيو دوت دارت تعالي نحط هنا كده القيمة هنعمل تمام قوي اه تعالي نعمل طبعا لنوت ايتم تعالي نشيل الكونس دي ملهاش لازمة لان انا كده كده حطت كونس على البادن كلها ونعمل امبورت ليه هنا حلو كده كل حاجة شغالة وزي الفول فاضل بقى ان انا نعمل ايه نعمل كومت دي فهنقوله هنا كريات نوتس لاست فيو واعمل كده ونعمله ايه ونعمله بوش للكود الازيز ده بس كده زي ما انت شايف في المنطقة بسيط انا قلت الفيديو ده بس اتكلم معك شوية عن ايه عن الرولز في بناء اليو اي لان دي بتنطبق على حاجات كتير جدا فاتخلي بالك لما ييجي اكسبشن يظهر معاك قصوصا في بناء اليو اي تاخدها فرصة ان انت تفهم الجزائي دي بتتبانى ازاي بحيث ان انت تزيد بقى خبرة فعلا في بناء اليو اي باستخدام فلاتر لان دي نقطة مهمة جدا بس بكده يكون امان اتمنوا استفدتم الفيديو واستعانيك الفيديو دي ان شاء الله مع السلامة